موسيقى يهاب اكيد بنتكلم لو تكلمنا على البايرن ونتكلم على مباراته يعني كانت مباراة كبيرة جدا الفوز البايرن بالنتيجة كبيرة لكن خلينا نسيب البايرن شوية دلوقتي وعندنا مشكلة كبيرة مشكلة برشلونة ونتيجة مفاجأة على مستوى النتيجة اعتقد على مستوى الاداء ما كانتش مفاجأة لكن بنفيكا بتفوز على برشلونة 3-0 طبعا مش عايز اقول كارثة في برشلونة الفريق بانهار يا كابتن فريق بانهار دي حقيقة يعني في عسبانيا كلهم دلوقتي بيتكلموا وفي اقليم كتالونيا بالذات اللي هو كله بيعادين لبرشلونة وبيشجع برشلونة بيقولوا ان الفرقة بتنهار عايز اقول ان شوية شوية كتير كلام كومان طلع كابتن اللي تكلمنا فيه من فترة لما طلع قال تصريحاته الكل انتقدوا قال ميسي كان بيداري الكتير من عيوب برشلونة فعلا طلع كلامه سليم ميسي كان شايل الفرقة دي ميسي كان ميداري حاجات كتير قوي في برشلونة ودي اخطاق يتحملها مجالس الادارات السابقة في برشلونة انهم ما ما عملوش فرقة ظلوا معتمدين كل السنين اللي فاتت بقى لنا اكتر من 15 سنة على ميسي واللي ميسي لعب شوية في الجيل الزهبي طبعا تشافي وإنيستا والمجموع والسوارز وقابليهم طبعا بيقول ورا وكل المجموع اللي كانت وكل المجموع اللي كانت موجودة في برشلونة وعملت الإنجازات الكبيرة جدا وعملت اسم برشلونة المجموع دي المجالس الادارات اللي جات لبرشلونة وتوالد ما عملتش البديل ما عملتش الفرقة الجديدة اللي تقدر تدافع عن اسم برشلونة وتواصل رفعة اسم برشلونة ده ليه لان كان عندهم موجود لعب موهوب لعب ليس لهم بسي اللعب اسم ميسي شال الفرقة نتكلم كل أمانة اه ميسي طبعا غيابه بيأثر بشكل كبير جدا لكن هذا الانهيار في فريق برشلونة على جميع المصدرات على الإدارة الفنية كوما مش قادر يدير المباراة قاعد تايف المباراة بيتغلب 3-0 في التامز ليج وحتى على مستوى الليجة الأسبانية ضايع هل هو ده الفرق ان فيه الإدارات الأندية واللي بتتكلم على ولين سب نتكلم على الدوري الألماني أو المدرب الألماني اللي دايما بيلعب على التيم التيم وارك ما عندناش النجم الأوحد المتواجد في مجموعة فلو نجم غاب ما اعتقدش هيبقى فيه مشكلة حتى ليباندفوسك لو غاب اه فيه مشكلة شوية لكن مش مشكلة على سبب الانهيار ما بنتكلم على الجزئية دي ان برشلونة وحلول برشلونة هل برشلونة في طريقه للاستغناء على رونالد كومان المدير الفني في الأيام اللي جاية ولا انت شايف ان خلاص الموضوع بالنسبة ضرر فنية هتستمر على الأقل كمان لحد يعني ترانسفير ماركت في الشيطة يعني اللي هي حتة ان الفرقة تلعب وفرقة جماعية وكلام مش حقق في برشلونة لان انت ما عملتش كده انت ما عملتش فرقة تلعب كده انت فرقة كنت بتلعب زي ما قلت على النجم الاوحد اللي هو ميسي انا بقولك ده يعني ده نتائج نتيجة مجالس الضارة او على رئيس النادي هو بيعتمد بشكل كبير على ميسي والعوامل المساعدة خروج كمان سوارز من السكوات و جريزمان طبعا كلها صفقات كانت علامة استفهام كبيرة جدا حلول اللي انت شايفها لبرشلونة للفترة اللي جاي طبعا النتائج عندنا في برشلونة طبعا 3-0 اقصار امام بنفيكا البرتغالي وطبعا نتيجة كبيرة جدا باير ميونيخ بفوز 5-0 على ديناموكييف الاوكراني كل الطرق تؤدي حاليا يا كابتن لقالة كومان حتى في اسبانيا ينبارح بعض الصحف وبعض الناس كلاموا قالوا الامسية الاخيرة لكومان في برشلونة وقالوا باي باي كومان والكلام ده كله ولكن اللي هيجي هيعمل ايه دلوقتي حاليا انت عايز مدربة كابتن ييجي بفكر ينزل لماسية الاكاديمات التاريخية الشهيرة لبرشلونة ويكون فريق جديد خلاص انت انسى الموسم ده لو عايز تشتغل صحف برشلونة الموسم غالبا على الصعيدين المحلي والاوروبي ما اعتقدش ان برشلونة هيحقق نجحات برشلونة سيئ جدا يعني مش كلمة سيئ برشلونة الاول لك ان تعلم لأول مرة في التاريخ بيخسر اول مباراتين ليه في دوري المجموعات في دوري عبطال اوروبا الاول مرة في التاريخ يعني ارقام سيئة جدا ما بتتحققش اسوأ انطلاق البرشلونة في تاريخ دوري عبطال اوروبا حاليا عايز انت مدرب ييجي حاليا يمسك الفرقة يشوف كطاع النشئين كله في العمسية اللي بتطلع نجوم اللي طلعت نجوم لبرشلونة نجوم كبار جدا من نجوم غزل عالم بره برشلونة كمان يبدأ يكون منها فريق حاليا ويامل ده مع كومان مش يحصل الكلام ده لان كومان زي ما بنقول خلاص هو الرجل مسلم وبقول هيا دي القماشة اللي عندي حتى خلال تصرحات كومان تصرحات غريبة جدا جدا يعني من الاسابيع الاخيرة حتى فيها على مستوى الليجة الاسباني تصرحات ما بتحسش ان تصرحات مدير فني واثق في نفسه اكيد الضغوط عليه كانت كبيرة جدا رونالد كومان مدرب كبير ما فيش شك لكن بعض الناس بتقول على المستوى على مستوى الاداء الفني لهذا المدرب ما قدرش يساعد برشلونة حتى لو برشلونة وحش على الجانب الاخر يقول لك لأ ده مدير فني جيد لكن الظروف اللي كان موجود فيها برشلونة من الهزة هزة خروج ميسيس واريس ده جريزمان ما فيش صفقات جديدة ما فيش فلوس فكل دوت خارج عن ارادة المدير الفني وبالتالي في جانب اخر واقف جنب رونالد اتكبت ان رئيس النادي افقده الثقة في نفسه من اول ما مسك الموضوع يمسك النادي ويقول لأنا ما كانش كومان اختياري يعني انت لسه جاي ما بتديش راجل ثقة بتقول كومان ما كانش اختياري وما قلتش عايزه استمر يعني انت بتقول لي انا كمدرب انت رئيس النادي بتقول لي ان انت شغال كده انا مش عايزك طيب ان قال كده قبل كمان الانتخابات قال لأنا روجيت الانتخابات حيكون فيه تغيير على مستوى على صعيد الجهاز الفني في الزفق وبعد كده سابوا وسابوا وهو بينتقدوا وحاليا ما فيش وفاق بينهم في برشلونة حتى النهاردة تصريحات لويت سوارز قال ان الفرقة اللي قال فيها انه كان بعملني باحتقار قرب برضو ان الفريق ضحية كومان ولابورتا ضحية الخلاف بينهم ده اللي بيعاني منه فريق برشلونة حاليا في الوقت ده يعني برشلونة محتاج برشلونة بيعاني طبعا بشكل كبير على مستوى المحلي على مستوى الشامزليج ارقام برشلونة وبنفيكا طبعا نتيجة 3 اهداف لبنفيكا 0 برشلونة الفرص 5 فرص لبرشلونة مقدرش حقق منها ولا هدف على الجانب الاخر بنفيكا 4 فرص حقق 3 اهداف اهداف المتوقعة لصالح بنفيكا 1.8 مقابل 1.7 لبرشلونة نسبة الاستحواز 59 مقابل 41 لصالح برشلونة التمريرات 554 منها 498 صحيحة بنسبة 90% لبرشلونة مقابل 390 منها 340 صحيحة بنسبة 87% لبنفيكا التصويبات على المرمى 9 صالح برشلونة منها 2 بس ما بين القائم والعارضة على الجانب الاخر بنفيكا 12 تصويبة منها 6 تصويبات ما بين القائم والعارضة 20 عرضية لبرشلونة مقابل 10 لبنفيكا 5 ركنيات لبرشلونة مقابل 4 لبنفيكا مش دي الارقام اللي كنا بنشوفها ايهاب زمان على حتى مستوى خلينا نكلم على المستوى الاستحواز حتى نسبة الاستحواز عن المنطقة